طلعت زكريا ممثل مصري واحد من رواد الكوميديا في الوسط الفني ولد الثامن عشر من ديسمبر 1960 في الاستندرية وتخرج من قسم التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 بدأ مشواره الفنية خلال مسرحية الشخص عام 1982 قدم العديد من الاعمال التلفزيونية والمسرحية كان له دورا مميزا في الكوميديا المصرية شارك في العديد من الافلام المميزة اتقن العديد من الادوار في السينما والدراما والمسرح امتعن بكمدته المنفردة ودعصته وشورته بابرز الافيهات التي قدمها فامشواره وما زالت خالدة في ذهن جمهوره اصيب بالتهاب في احد شرايين المخي مما ادى الى اصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا متزوج وله من الابناء عمور واميمة قدم عدة افلام سينمائية تركت بصمة مع جمهوره كانت اخر بطولته المطلقة فعلم السينما من خلال فيلم حليم اسطورة الشواطئ والذى حقق من خلاله نجاحا كبير وكان تحدى بالنسبة له تم عرضه في السينما في ديسمبر 2017 بعد نجاحه في فيلم طباخ